والفل والياسمين لمستمعي EFM أحلى غاديو اليوم في أوتو غاديو بيش نحكيه على المخالفة اللي تعرض لها المواطن في حالة عدم ارتداء الكمامة داخل السيارة القرار الجديد اللي قدمته منظمة الأمم المتحدة لتنظيم استيراد السيارة المستعملة بيش يكون معنا بالتليفون البطل العربي عبدو فغالي وبيش نستقبله لبيلوت عمد السماوي ناسي مساعد مؤمن بنعمر في اسألني عن ميكانيك نجمو جاوبونا على السؤال هيدا نجمو تلقاوا الصنداج على انستغرام والفيسبوك اليوم معنا امين في الرياليزازيون كنزافة ديجيتال وعلي عرود في الأعداد ومعنا كي تبعا كي تبعا نوتر اكسبرس لمحكمة بونجور ميلا سباح الفل الكل مستمعي EFM الكل اللي تابعوا فينا وناشتين السباح كيفنا بتبعا اليوم حلقة سبيسيال بش نحكيه برشا عسبوغ ميكانيك عنا اكسكلوزيفيتي ميلا ما صارتش نتصور في تونس قبل انا نستغفو عبدو فغالي معناها فعمتني بالتالي فون خطر الاتزامات والبرق بينسور عندو ريد بولكار بارك دريفت وعندو الاميسيون بتاعو دريفن في ام بي سي اكشن سينو روجي بحذينة سينو روجي بنيه بحذينة وان شاء الله نتمنيو المرة جاي نجيبوه بحذينة في الليفن مون جاي متع ريد بولكار بارك دريفت كان يجي لتونس تو نجيبوه ان شاء الله بحذينة ان شاء الله ان شاء الله نمشيو توت سويت لشفامة جديد انتو ما تسموه في اوتو غاديو متسعة للعشر متع صباح مع ميلا بن يوسف يعني مجيما مجيما تعولي في لك في شفامة جديد بيش نحكيوه على فرض ارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة نسمو توت سويت تصريح خالد الحيوني نطق رسمي باسم وزارة الخارج داخلي داخل السيارات الخاصة احنا نارفو انه سيارة هو مكان ضيق وفيه تقارب كبير ما بين المواطنين المستعملين للسيارة هذية هي في الاخير وسيلة نقل اذا كان يكون فيها اكثر من شخص فانه معناها من المنطقي وانها اكثر من الناحية التطبيقية وقت ليكون اكثر من شخص وعليه فانه حمل الكمامة يكون معناها ضروري لحفظ صحة العامة كما كنتو تسمو الكرهبة الخاصة مكان ضيق الركيب ليسقين لبعاظهم فما ريسك الانتقال العدوى دانك يلفو ميو نلبسو الكمامة تقول لك فما عبيت تقول لك اي انا مع عائلتي كونا في الدار وميناش لبسين الكمامة كيف كيف في السيارة لغك هو بش نسهلوا مع انت خدمة اعوان الامن كيفش بش يعرفه بش يقعد كل مرة يقول لك اعطيني البروف اللي انتو ما عايشين مع بعضكم في الدار اللي انتو ما اقارب ولا ما كمش اصحاب دانك انتي خرجت خرجت من الكرهبة من الدار انتي خرجت خرجت تلبس الكمامة بتاعك وكهو هو صحيح ميلا راهو اغزر احنا مانيش ضد الفكرة هذية ولزمنا لكنا نتوقع ومعناها حتى في ديارنا كغيمو معناها مش في الكرهبة مي بش ان نوصلوا معناها انه عقاب عدم ارتداء الكمامة في سيارة شخصية معناها يوصل للحد مخالفة معناها مالية انا ضد كومبليت مورة عليش لعدة اسبق اولا انه شكلا مرفوظ معناها عندينا المخالفة هذي مرفوظة شكلا كي انتي معناها تصنفها اه ضمن المخالفات المرورية معناها معاينة مخالفة مرورية شفنا ديجا في فيسبوك فمش كنا معناها ورا محذر اللي هو معناها تخطى محذر معاينة مخالفة مرورية هي على خطرهم في الكرهبة هم في الكرهبة وفي الطريق شكلا شكلا مرفوظ معناها نحكيه قانونيا توا شكلا ما نصنيش للاصل متاع المخالفة شكلا مرفوظ هو ما هوش قانون صدر في قانون الطرقات بش احنا نخالفو عليه معناها كمحذر معاينة مخالفة مرورية هذي ديجا ان غالط ديجا ديما انخطيوا فلوس علش ما نردعوش علش ما نعملوش عقوبة ردعية مش مش مخالفة مالية معناها توا المواطنيين يعلم باهم ربي وما فهم حتى حد يحبيهم مروض بالكورونا نتساوي نزيدو نهبطو عليه حقية كيما كالبو مثلا اللي طاح ولدو في القاعة يجري طاح كم اللي اعطاه تريح خطره طاح تي هو خايف بتبيعتو من الكورونا ايه اني في الكرهبة هو خرج بالدار بتبيعتو هزز معاه الماسك متاعو علش ما يلبسوش في الكرهبة ايه خوية سبحان الله حر انتي تقوله زاد علش ما تلبسوش في الدارة هو حر مش كيف كيف لا لا كيف كيف هو ديك سيارته شخصية هو ميلا سيارته شخصية ونحب نقولك انه انا شد انتي به كلمة بركة في كلام السيد ناطق رسمي باسم مزارة الداخلية اللي هو في الاخر بكل قال ضروري ما قالش اجباري ويعرف يختار كلام ممليح نتصوروه وقت اللي يولي كلمة اجباري وقتها خطيني اما هو بيدو قال ضروري اي انتخوني سيارة اي اوبليغاتواخ فما مساحة كبيرة برشة فما فرق كبيرة برشة نصوروه فهمتو انا من رأيي انه المخالفة ذي غالطة شكلا ومضمونا ما لازم نيش نخطيه اخوية وقفوا وكما نقولوا احنا بلغتنا اكبسوا وقلوا البسها واقصد تفاذر ربي واقصد اقصد ربي معنا وانتي كبش تقوله البسها بش يلبسها ما غير ما تعاقبوه يا بنتي تاو سمحني حتى سنتيورك تقوله وتخطيه ويلبسها يناجم يزيد زوز مترو ينحيها اي الكمامة ما انتي خدمت خدمتك وقمت بويجبك وقتلوا البسها اهو كالبسها ومبعد امور وهو عاود نحاها تو يلقى دورية اخرى ومبعد تعاود تردعو اما عليش المخالفات؟ عليش دي مرة ومخالفة كان على المواطن؟ ويني مخالفتكي ما نقاوش الدواء متاع الكورونا؟ ويني مخالفوش الدولة ويني مخالفة وقت اللي ما نقاوش السرير انعاش وعبيدة تموت خاطر مقاوش السرير انعاش ما نخالفوش الدولة دي ما المخالفة كان للمواطن؟ عليك مش كيف كيف؟ الدستور اقوى من قوانين الدولة الكل والدستور معناها يكفلك انك عندك الحق في الصحة انا عندي الحق ندخل الاسبيتر وناخد سرير انعاش وطنكو انا مريء وعندي الحق نلقى الدواء في الفرماسي ويني الاختية المالية؟ مخرش بنا لحكية اخرى تاور مخرش حكية اخرى ما بالحق معناها زايدة المخالفة المالية زايدة على الاخر اردعو قلوا البس والناس الكلها بتبعاتها خايفة من الكورونا صدق لي تقولوا البس ما يلبسش؟ ايه اخويا حر هو وقتها ما متصورش واحة فماش يكون مش خايف من الكورونا ايه هو لا لا فهماش فما عباد ما يهمهاش فما عباد ما يش تلبس في الكمامة ما يهمه في حد ما يبينش في روحها ما يهمهاش في عائلتها ما يهمهاش في أصحابها في العبادة اللي تخدم معها ايه هذا كل ما يمنعش انه المخالفة المالية زايدة انا حسب رأيي انا هذية وزايد اكدو حسب رأيي زايدة السيد ناطق الرسمي وقت اللي يختار الكلمة ضروري مش اجباري الله عنه الكمامة تاوليوم اجبارية في الكرهبة اما كتب دا واحدك لئ باي تعديو للخبار الثاني منظمة الامم المتحدة قدمت تقرير تقول فيه اللي اكثر من نصف السيارات المستعملة المستوردة في العالم جاية من اللغوب وحسب الدراسة اللي قامت بها الكرهب هذهم مخطرين على البيئة وعلى الناس على خطرهم قدوم برشة صحيح موش في البلدين الكل بيانشور بايه اوروبا الغربية تصدر برشة لغوب دولايس تولافريك وامريكا تصدر للمكسيك والامارات دراسة هذي اثبت التداء اللي الكرهب هذي تتسبب في برشة حواد الطرقات على خطرها قديمة واكدت اللي لازم قوانين جديدة وستريكت من ناحية عمر الكرهبة وليز اميسيون بولوانت موه لك الكرهب هذو ما قدوم برشة مش مش اختار على البيئة كهو اما يتسبب في برشة حواد وثل موتو برشة عبيد والدراسة هذي اثبت اللي هوما لا بلو باغ الكرهب اللي مستوردين وقدوم اي هو في الدراسة في 2019 ميلاه معناها اثبتوا انو الكرهب اللي خارجة من الأوروب وبصفة خاصة من أمستردام معناها معدل العمر متاحة ثمونتاش سنائر أو سيجراف كرهب عمره ثمونتاش سنائر معناها توصل للأفريق وتوصل للامريك الاتين وتوصل الموين أوريان مثلا ولا البيئي دولوروب دولست كيما جورجيا ورومانيا وغيره معناها كرهب قدوم برشة برشة وثتسعة كرهب على عشرة معناها مزيلوا عندهم النغم أغو تخوى معناها أقدم من القديمة معناها مزيل تستعمل في الأفريق فالأفريق فما بلدين تقبل كرهب عمره عشرين سنائر؟ أي فعما بلدين معناها حاجة باهية برشة في برميل قوانين الباهية متاعنا في بلادنا أنه ما نخليوش كرهب معناها الاستيراد متاع حيفوت عمرها خمسة سنين وغزمون ونكون هكا النجم ونقولوا إلي احنا متصنفين من أحسن البلدين معناها كرهو سينيغال ثمانية سنين ورهو حتى بلجيكا يظهر لي قريب ثمانية سنين معناها بهذه بلاد من البلدين الأوروبية وتقبل استيراد كرهب عمرها ثمانية سنين نقاو سريلانكا ثلاثة سنين نقاو برشة بولدين معناها قراب برشة لتونس وهذه الحاجة الإيجابية وزيد حاجة ضرورية أن الراهم إلى خطر احنا كرهبنا هنا في تونس ألف ييمال معناها كرهبنا تقديم بطريقة خائبة برشة بسبب لأوروبة عمرهم عشرين سنين وثلاثين سنين بش يعملوا ديكالاج كبير ما بين الأوروبة بعد عدة أعوام خمس سنين عشر سنين ما بين الأوروبة التي تشجع على الكرهب الإلكتريك والأفريك اللي مزيبت في النظام أغوتخواء فمتقى صحيحة بصير ديكالاج كبير وذلك عليش منظمة الأمم المتحدة متقلقة برشة على خطر هي في الرزنامة متاحة أنه نحاول نقصه من التلاوث في العالم الكل وهذا يزد الرزنامة متاع منظمة الأمم المتحدة معناها سنغمال بش كوم متقلقة برشة معنا نخرجو بوب وراجعين مرحبا بكم معاكم ليلي نسهر ومبعاظنا كل ليل تحد متسعة أم نصلي على برنامج أستخل ليلي للمشاركة معنا تطلبونا على 31-380 ألف على أحلى رجو تجو إيافاما مركادو بوينتغين هو سيت جديد اللي فيه كل ما يهم المرأة العائلة وحتى قضية الدار زيدة وهي ربحة قضية توثي للخمسمائة دينار بشديد وتعرفوا أكثر تفاصيل ما لكم كنا نتابعوا رفماك كل يوم ملسين الجمعة من صباحة للتسعة وصنطة أصباح يكن أحلى ضحكة أنا سندة وأنا هندة أحنا من جمعية أهلي غصبوني حليلي معينيش سمعنا اللي فمها تجاوزيت كبيرة ضد المرأة من مصادر موثوق بيها على هذيك جينا بش نعملوا تقرير مفصل ونفحوا كل من ساهم في العرس هيدا مادار إز بنتي ما تخافس برا شالكوا شعب البركة فاضل 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 أزيك الفليزة سعيدة ها يلا للي رياس إنت و هندة يquelle رياسة ب given denق bi Tenemos einb foods جمع ي Allied Devy يظ requiring al foods مرحبا بكم من جديد في اوتو راديو نذكركم اللي تنجموا تجاوبونا على الصنداج التونسي يعرف في سوق ولا لي تنجموا تفقاوا الصنداج على الفيسبوك وعلى استغرام اليوم جايوا بحضينا الصواق اصحاح دونك خلني اخذوا رأيهم زادة اليوم حبينا تكون حلقة خاصة بالسبور ميكاني كذلك عليش معنا مجموعة من البيلوت توينس في مختلف أصناف البطولة التونسية للرياضات الميكانيكية من تونيزيا تشالنج معنا عمد سميوي بانجور بانجور مرحبا 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 من الدريفت ويالعبزيدة تونيزيا تشالنج نسيم سعد سبا خير سبا خير نسيم نسي كل ان شاء الله نعملو حاجة به لو وابعضنا وان شاء الله ومن الكارتينغ حاضر معنا مؤمن بن عمر بانجور مرحبا بيك مرحبا 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 كيف عشتوا البطولة بعد ما توقفت فيش عشتوها المرحلة هذيك بعد توقف البطولة بسبب الكورونا شامبيونات بديت معنا براتيكمان هو الكوفيد كي صار المرض وكل وقفنا ليسا الكل هذيك وك الحجر الصحي وكل بعد فرحنا صارت ريبريز معنا وكل قالونا مش نرجعو نلعبو صار طوي الماش تعدريفش مرحبنا ومبعد صار دماش تونيزيا تشالانج كيف لعبنا وطوق صار عودنا ووقفنا نسي الكل من لون مرحبا 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 رجعت البطولة عمناول بعد إلغاء الحجر الصحي كيفش كنت لغبريز؟ مرحبا وبعد الربريز بالضبط جيت عودة القصة مرة أخرى عودة مرة أخرى قصة خليت العبيد لكل وقفة مش عارفة شنو نعمل شو رايكم في القرار هذي متاع اللي توقفت البطولة مرة أخرى ظلم غيريكت معنا لمقدمات لمؤخرات ولا بالحق خاطر الطول نحنا بارك متاعنا يبدأ في رمية تبديجي هكا ولا هكا معا تباركوفير ولا في رمية ولا اللي هو ندخل معا عندك حق في ميكانو وإلكتريسيان ولا المهم في ستافن طاعك عندك حق كل بيلوت يدخل مع هزوز من الناس دونك هني الخوية أنا البرح والاوت البرح شمت باش نصور كار متعادية في الروتيكس ألور كار ما تلقاش وين تلقاش عابد واحد بشي جزيل ونحنا اللي ناجم وناخدوا اللي سيكيريتيات اللي تناجم تحكم فينا اللي تناجم معا تا كل شيء مساكر بالباريير اللي بيلوت واحد وفي كار هبتو دونك معا تا ندخلوا من نانطرية واحد ونخرجوا من نانطرية واحد كباب اللي بش تحكم فينا ناس الكل وتراقبنا وكل وعباد معا تا تحكي على الكورونا والمرض مسايبة البر وكل اللي نحنا معا تا كما قلت لك النجم وننلعبوا ومن نجم يقب شيء في العالم الكل قاعدين يلعب في مصر الجامعة الناس يمنح ما نحن عا فليش الله facebook والجامعة تصلت بكم؟ قالت لكم موقتيش لغو بخيز ولا لي؟ والله نحن نسألو وما فمح تشعيد اخر مرة نكلم بسي حاتمة رئيس الجامعة طلبته كريمون بتيفون قالي عنا رينيو عما همشينا قالي مدام احنا مشيت قالي ملقينا حد والله واعلو ماتا هل يزمنا نعملوا مظاهرات وأنا منعر الشمال لي عادكي مش تعملوا انتوما مظاهرات مظاهرات سلمية ماتا بالدكلاراسيون بكل شيء لاجع مظاهرات نعمل ويمكنوا لقاوا يقيمونه ليونهم نعملوا مزاكرا للم أو رياحهم كلها وكروحهم تاخذون منذ يكن تلك الجملة فاننا نحن نخطر النجم و نترقبنا تنجم ونمشي في أي بشكل مادراحiese ونجم نلعبه نحو اسفة تغيير لقد يبقى جميع المنشة كل البنائة التي رجعتها كانت صعبات فيها اعتماد هناك كثيرا سيفاك بالمتاح فلن لا لا نعرف على اللعبة توقف البطول لا تصميش عليش شوية خطر اكثر اكثر اما تنجم تورغانيزيهم اي من غير جمهور اي احنا اللي همنا اي احنا اللي همنا انه معناها البطولة تتواصل وتكمل في وقتها ما عادش همنا في الجمهور معنا تنجم تتلعب من غير جمهور المهم تتلعب بوك اهو ما تتجمش سليم من غير جمهور لا لا مدخليش من نجمش كل شي ممكن اخي بشكون زعم المستشهرين اكثر من اللي موجودين في كورت القدم و هاكم يلعبوا مع غير جمهور معنا احش همنا تاو في موضوع الاشهار و كذا و لازم حضور جماهير كبير و كذا تاو عطينا الشامピونات تكمل معناها و هاكترا في جميع بطولات العالم عطيهم يكملوا تاو كهاو مانا احنا انتي دجا سليم تارفو سيركو اللي نالعبو فيه كو سواء في تونيسيا تشالنج او في الدريفت دوك الجمهور تجمش تتحكم فيه لا تمنعوا تعمل دي باريير ابعد بشوية معناها بريسك ديستانس 200 متر بريسك معناها على اليفنمون بش ميناجموش يتفرجوا على اليفنمون بش ميناجموش يحضروا فيه معناه المهم خلينا نكملوا سنة وتتسند معنا البطولات للعباد الكل اللي قاعدة تلعب سنة ليس امور واقفة معناه هذا مش نحكي على الجامعة عضو فيها الجامعة نحكي على الحكومة بصفة عامة فيما رياضات معينة كما السبور ميكانيك كما التينيس اللي معناه ما فماش كونتاكت فيزيك معناه بين اللاعبين خليهم يرجعوا معناه يواصلوا البطولة متاحهم اموها فامتني تكمل الشمبيونات متاحهم في وقتها المهم من غير جمهور ريزك الكل مع الجمهور اللي يبدأ قاعد بحده بعد وكل شيء اليوم الكورونا سيئة ماتا حاجة يزم تعيشوا معها تتسكر وما تتسكر سيئة ماتا حاجة مشيت ماش نجم توخر بالتويلة وتسكر وكل شيء ماتا اذا مرض موجود حاجة حقيقا نعيشوا فيها يزم تاخذ بلي سيكيريتي متاعك والدنيا كل تمشي ماش نجم تتوقف على حد ماتا شنية اليوم نحن نجم تاخذ احتياتاتنا نحن نجم تاخذ احتياتاتنا نجم تاخذ احتياتاتنا موضوع مش مشوفة بارامو فهمت كيفش؟ ماتا حاجة يزم نعيشها ونعيشوا بالاحتياتات نعملوا اللقاية الليجمة شدد اكبس على البيلوت وعلي معاه تكون فهمة السيكيريتي كامنا وانا نصباح مع بعضنا نرجعو لنفس المشاكل نحكيو عليها ديما كل عام شنو اراكم في مستوى البطولة للرياضات الميكانيكية في تونس شكون نبدا نبدا بمؤمن ديجال يشارك عماني في عماني ويشايف النبو اراب وانترنسيونال كنبو معناه بعيد شوية على بعض مش شوية برشة تكون بعيد برشة معناه حتى المستوى متى البلوت اللي موجود غاديكة معناه بعيد برشة على بعض معناه غاديكة تلقى 20 أو 25 ولهنه فهم خامسة بركة دونك بعد تشوف حكاية التكنيك وفيزيك وبعد تشوف السيركوية كل شيء وبعد تقعد في الاخر بكل مشكلة القطايا معناه في البيتس دوروشنج وكثيرا معناه لخطر مشكلة الكورونا معناه نحنا اقرب راسة لانه نحنا في الكارتينج بيش ناخذ البيتس دوروشنج هي فرنسا معناه وفرنسا معناه تشوفه معناه كيفاش مشكلتها معناه في الكورونا يعني الكورونا زدت زد اي برا شو يمنعنا اليوم بشو نكونو في المستوي العالمي ملاعبية تنظيم اشنوها بالضبط بشونو في تونس المعني الدولين هكذا هكذا لم تتز olvات وين يفوقون ضد المستشهرين معنى زادة حتى المستشهرين مازالوا بعاد شوية على على السبور اوتو موبيل مهمش فاهمينو بالقدر بالقدر ويشوفونا يشوفونا في حاجة شوفو في حاجة متاع خطر معنى فمتك تقولوا هنا راني بيلوتو راني نشارك في شامبونات وكل شيء ديريكتا والحاجة خمامة يقول لك شنو شامبونات ما في بلوش لي فم جامعة ورانا نخدمو معنى نلعبو في سيركويت فرمي فمتك؟ ديك عليش الحاجة اللي تخليها مازال تصعيبة المشكلة ملاف العقلية بالحق انا فما مرة سمعت من بيلوت بشي بيلوت قديم هولا ما حالا ما عانتش يلعبتو يحكيلي في حكاية قعدت بيها تمشي المستشهر قالوا انحبك تسبونسوريزين قالوا ليه احنا ضد السرعة وضد التهور وضد درشنوه يودي انا سرعة ونتهور بشتفهم العقلية تسمع كل شيء سلين سمحني الريد بول مثلا سمحني ذكرتها معناها بريس كشمبيون دو مونت في الفورمولا معناها كلاسي دوزيوم كونستركتور معناها ضد السرعة وضد التهور معناها سيدو نمبرتو كواه مستشهر عالمي هذا لازم نبتلو شوية العقلية راه مهوش تهور ومهوش تخفيص ومهوش واحد معناها ديلنقانس معناها راهو سيتان سبور منظم ويسوقوا فيه دي بيلوت سليم انا معك عاللخر اما نرجعو المشكلة الكبيرة انا منعش انا نقول الجامعة والجامعة هي تقول الدولة وذيكا موضيع اخرى بالنسبة لي انا نحكي كبيلوت مدام اخوي اليوم ترعى على الفيسبوك بيلوت يهبط الكسفونير اثناش سنين وعمره اثناش سنين في نفس البلاسة منين تحب انت تجي منين تحب اللعبات تسمع انت مدام انت اثناش سنين ترعى في نفس السركويت مدام انا مشيت المعرض في سوسا حاطتين كرهبنا اكسبو وكل جايين يقول يوين هذو شنية هذي قولوا رانا عنا جامعة يقولي جامعة كراهب وكل عبيد ما زلت موصلتين همش خطر اللعبة قعدة كانت تتعاب في جران تونيس كهب حتى عبيد اخرين مغارما انت هو كما مؤمن قالك شوية لبيلوت فما عبيد في الساحل في الجنوب مهمش عارفين مهمش سامعين من با معاتها فما تقصير هنين نرى فيه تعميديا وفما تقصير خوية تعاها عنا سركويويح تصور انت معاتها اليوم دريفتي تلعب في سونتر كوميرشيال كان هو يوقف عليك جامعة وقت هذي اكبر معاتها اليوم خلنا حكيو دريكت نوازل هذه اليوم نلابو سركوية واحد تصور معاته انتئ بلوت عنده اثناش سنية يلعب في سركوية واحد تحطوا وغدوه في سركوية واحد اخر يوقف راحو وضايع عبارة مش بلوت معاش اثناش سنية عام إما أن نسبح التعامل تحسن سبور ميكانيك سبور ميكانيك تشوف المثالة الأشراف أمام الجدية نعم 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 لك أثناء لكي نرأب برو إمبادة الأن وهو اللي موجودين الآن تقوم بروسك بروسك ألمني بلدية أما لا أعطيك لديك بلدية ومنطقة أنا نعم – لساسية تحت الجامعة نحكي جامعة. جامعتنا اليوم ما تنجمش تاخو. يقول لك ما عطاونيش وما يفقو ليش خويا. هنا أنا تبهد تبهد. يعني تشوف اللي الجامعة ما هيش قاعدة تقوم بال. أنا أنا من كنتي متاعي نرى الجامعة ما كتست تحكي مع الجامعة يعطيك عذار بالحق معناتها. اللي هي مثلا حد ما هو يسمع فيها. عبارة معتها هي جامعة ما عنديش بوفور. هذي الحاجة الخايبة عنا اليوم معناتها. مش ما عنديش بوفور ما هيج نقول لك بالنسبة الرياضة حساسة كي من هذي. وتداول الحكومات هكتراه أنت في جروة بعضه. ما يحب حتى حد يخذ مسؤولية يراه هو أنها معناها بالحق معناها في دوماننا. كما يراه هو أنت رجيه ما يختير. يقول لك أنا اليوم ما ناخذ قرار غد ونباصي عليه مثلا. ولا نتحاسب عليه. هو التفكير غالط متفاهمين. ما غالب مع شوية بيروق راتيها متاعنا معناها. تجي تتسكر لحكاية بالضبط معناها بالحق هي مش مشكل الجامعة. شكوني يتحمل مسؤولية؟ أما سليم سمحني شو نقص عليك ميلة. أما سليم راو اللي يجي يوعد معنا. إيه بتباع. يحضر في رميز دي بري وكل شيء راو يوعد. إخي احنا الكريسي بسيفة عامة في تونس احنا كيفاش تتشد ما بالوعود. وإحنا كل عام حلمنا تزيد تكبروه وطوى بشنا يلقوننا حلوه وصيركوه ودرشنوه. نرجع كين الجامعة مثلا تنفيستي شوية فلوس. نقص حتى ليموش. هذي حل مثلا متاعيين. نقص مثلا شوية ليموش. نضحي ونس الكل. وتنفيستي بشت هي معناتها تولي اسمع يعني مسمعتش راو فما جا ما اسمع تتعدى في التلزم موش كاملة. أنا أكد لك أن الوزارة تعطي. كما اليوم عقلية جديدة يدخلونا فيها في تليفز وكل في ديارنا. كما كيف كيف. أنا ناسي من أكد لك أني كان الوزارة تعطيك دعم مالي الوزارة. خطر انتي تعرف اللي الميزانية ما هيش كبيرة برشا رغمتع جماعة كورة. قلت جماعة كورة جماعة سيارات معناها. كانت تزيد معناها في الميزانية للجامعة. أنا نأكد لك أن الجامعة تمشي في الثنية هذية. خطر هي الجامعة راه وتعاني. أكثر منكم ممتومة مالحكاية ذي. هنا شكون اللي يعاني البيلوت خطر لحنا مغرمة. حتى الجامعة زادة تحب يكون عندها سيركوية متاحة وترتاح من مشاكل هذي خينتتراف اللي ريونيونيو اللي عملوا فيها كل جمعة راه ويجري ويجري ويجريو. ماذا بهم يرتاحوا ملا المشاكل وجوجما هذي كل. هو اللي عندهم سيركوية ويعرف هو ويمشي يلعب البيلوت متاعه في الموضوع معناه. ما تشوفش اللي بتدخبه فميش جمهور كبير في تونس متاع السبوغ ميكانيك اللي خليهم ما يتعاملوا معها كيني حاجة ثانوية. والله الببليك الخوية موجود على الخطران في الدريفتش يحضر الببليك. أخر ماش تونيزيا تشالانج. أنا دخت. أنا بالحق تفاجأت على الاخر بالبيبليك اللي يجيه في الهبطة الكاتر فانديس. مع توجيه في مخ يقول لا قدر الله كانت تهرب كرهبة ولا برشة برشة ما شاء الله. ونقدموا لهم تحية البيبليك اللي يجيه مصباح للاخر وقت المغرب هو ويقف على سقيه وتاعب ومعندوش يياكل وكل شي ينقدروهم وكل شي. حلول هذه الحلول نحن يجب نقدمه يجب نرى عبد خدم عبد ووص المساج تاعب وجيه. بش نقوله وقتنا النجم نقالك عذر تقول لي راس سلت ومجيه وبنيش ماش تونس ماش تعمو راس لأميل وكل ونعرف وهذا كل ما. يجب ندق الباب تمشي توري وجه. ما أنا عارش كلا. يعني بالنسبة ليك الجامعة هي التي تتحمل مسؤولات. جامعة تتحمل مسؤولات كريمة أنا نقول جامعة تتحمل مسؤولات. ما دام هو معاته أي شخص حتى تروحه في القائمة بشيكون رئيس ولا عضو ولا ما. كل واحد يتحمل مسؤولات أخوان. أنا أنا بمكانيسيان تاعك يعملي غلطة في كرهابتي نتحملها أنا بيلوت. دونك هو كما واحد قدم روحه وخويه هو يقرح سيبوه هذا كيبش ينجحنا. ما بعضنا كان راني ما نش نتاكي معاته أنا معهم أنا ولدهم معنا ونحب نكبروا بما بعضنا. خطر في الأخر شكوني قاصرة وبيلوت. نحن تاعبين في الليبوان الكل. نحن نتاعبين. والمستهشاريين متاعكم نحب نسألكم الكل. معنا يمتوما ثلاثة اللي بحثين أتاوه شنوه. رأيهم في توقف البطولة السناء. اسكو سندوكم اسكو تقلقوا شوية. منعرش ما يعطيونا فكرة معنا على علاقتكم المستشارين. مش نفهمو وين وصلت الأمور معناها خاصة أن المستشهر مهم برشا معنا في الرياضة متاعكم. وما تجيبوه كان بالروح. والله حد اليوم معنا الحمدولة فهمين بعضنا. عارفين وضع البلاد على الناس الكل. أما كان الحل معنا تشتطوية الحكاية بتبع فما الخبار خائف. أما حاليا الحمدولة فهمين. فتنفسني كي رجعت عموها واحد. جولة. ظهر في جولة. ومبعد عمدنا واخرنا. حاليا معنا فهمين بعضنا وإن شاء الله فما كان خير. إن شاء الله 2021 عنا سوربريز كبيرة. إن شاء الله. بالنسبة للسبانسور اللي ما يحبووش ينفيسيو في السبور كيف من هك. وقال لك ما ربتوش إزنا بالسرعة. نهزر واحد من أخرج. لا. جاء تقول لهم أنت. بجانا نصير غالط هو. هو غالط أما متنجمشت لهم عليه خاتر ما. كما قلت لك ما وصلوش المساجة. ليس خلال نيش نحنا معنا جامعة أو تنظيم وسيكوريتي. وعنا كيد شارش في كراهبنا. وفهم مدي مزيرس دو سيكوريتي في السيكوريتي. معنا هو هيدا كل غايب عليه. صحيح هو ميعرش. أما نحنا زيادة يزم كل واحد طريق. تبارتاج. تجامع كما قلتك يزمك. تمس شوية بزايد معانتها. تشهر. يزيفين ما متاحها. معنا فما حولوه. نرى فما. نحنا من دورنا زي جاكي نمشيو المستشهر. نحاولو كيفاش نقنعو المكسيموم. بشو نشوفو احنا شنو. ينجمو يعملو معانا. ونحلو في التيران للعباد اللي جاية بعدنا راومانا. خاطر راوميش اللي بيلوت الكل عندهم دي سبنسور. صحيح. ايه بان شور. وكالك زن عندهم دي سبنسور. احنا نسميو حالينا البيبين. ونحاولو نقنعو المكسيموم ونوصلو الميساجكم يلفو. بشيك نحلو بيبين للعباد اللي جاية بعدنا. مؤمن عندك مستشار؟ مؤمن. لا انا ماديش مستشار. انت مستشار روحك انت. نفهم مستشار والي. او مستشار يا وبابا بفضل. مؤمن انت من الجيل الجديد كيفش تشوف مستقبلك في الكارتينج في تونس؟ والله شو نقولك. كان تحكي المستقبل في الكارتينج من هنا القدام. نعرش كان فاهم في تونس. كان فاهم هذه بيلوت جدد وقتا نقولك فاهم مستقبل والي. على خاطر توب البيلوت ماشين وينقصوا فاهمتني. ذاك المشكل فاهمتني. عليش ماشين وينقصوا مؤمن؟ على خاطر ما اسمه القطايا يسر غالين ولي ومعنى الكرهبة ومصروفها وعجليها وكل شيء يسر غالين. لا احكيت سبونسوريك باركا ميلا زادا حكيت حتى استغلال. شفت قبل كي كان الكارتينج مهمل نذكرينا في 2010 2009 كنت نلعبه 2011 كنت يجهز القطايا باركا. تواكي ولا فما جامعة ولا فما كارتينج ولا فما شمبيونات. الناس الكل والتي تحب تغاوص قل اخر فاهمها. اما هذك الغالط هو. عليش الاستغلال. عليش الاستغلال. عليش الاستغلال تواقذر قاعدين تهربوا في الاعباد. في الاخير بالكل بش نرجعوا انه الاعبادة ذو من بعد بش تدرب البطالة. معاش بش تبيع على خاطر للبيلوت قاعدين ينقصوا دون كل المبيعات بش تنقص عليه. ايه سليم مش كما قبل كما توا. زادت أورا ويزن تحط في مخكرا ونفو قوي برش. ايه معاك. ايه معاك. ايه معاك. ايه معاك. ايه معاك. ايه معاك. سيطمتها في الكراهب التي يدعي بالذمة الاسبوغ ايج او تونس. وتصير ايج او غاسيون على قطايحها زادا. على خطر هوا ما يجيبها الغاية التمتع باها في الكييس ويقضي باها قضيتوا ويزاع عائلته. يجيبش العب باهااس بوغ ميكانيك. وبش يشرف باها درابو تونس في تونس والبرة من تونس نشجعوه شوية. سليم. انا كريمو. وصلت جبت كراهبة كاملا مفرق. نحينا من الشاسية معناتها الاحديد انا وصلت جبت كرابة كاملة مفرق عملت برشة دي فياج نمشي نجيه في البياس ونرجع به خوية لليوم هني نقولها ومعنيش قانون في الديوان شفت نفس القطعة ساعة تجيبها تخلص عليها مئة دينار نفس القطعة ساعة تجيبها تخلص عليها 500 دينار فماش بارام صحيح شفت الديواني يخرج يقوم لك القطعة هو معناتها معنا انت والديواني اللي قدل صحيح تقصها من بالله رأوا ساعة قطعة متسويش تخلص عليها برشة وساعة قطعة تسوي تخلص عليها شوية خاطر الوقت هفهمها الديواني ولا ما فهميش القطعة ديك معنات هو اللي قيم هو اللي قيم يخلج يعمل لك الكسبرتيز معناتها يفك لك القطعة يقول لك أنت يعملولها اكسبرتيز يجي يعطيك ورقة يقول لك بره خلص تخلص 70 بالمئة 8 بالمئة برشة انا وصلت والله 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 ومعتها في عهد كما نقول له سيسليم غزي قدموا له تحية وصلت فاكولي قطعة في المطار قاتل تبشي تجيب لي رخصة توريد اكسبور وانبور معنا صورة انا جيبهم كرهبت قاتل امكوسي بلادهم واحد جيبهم قلت له والله نعم في بربارسيون كلمت سيسليم غزي وقتها بعث مية باش معناتها فهموا لي انا نحضر في كرهبتي وكنت شاي باش سمعوني شوي وخلصت معنا تبا تشحت وخلصت وخرجت كفايا هذي كان مشكلة في تونس مزلوا مش فهمين السكتور متاعنا نعم 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 مارسي نسي مارسي عماد مارسي مؤمن نشكركم على حضركم معنا وبتوفيق نخرج وفاصل وراجعين موسيقى 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 ساهرت منه اللياء اللي مال الغرام وماهي ساهرت منه اللياء بسالي مال الغرامي ومالي إن صدع عني حبيبي فلست عنه بسالي إن صدع عني حبيبي فلست عنه بسالي يطوف بالحب قلبي يطوف بالحب قلبي فراشة لا تبالي لا تبالي لا تبالي آه الحب الحب في بقائي آه الحب الحب في بقائي آه الحب الحب في بقائي آه الحب الحب في زوالي قلب بغاية قراءة من جسم من الروح خالي مرحب بيكم مرحب بيكم من جديد في أوتو غاديو توا معنا بالتليفون ضيفنا عبدو فغالي بيلوت دو غالي شامبيون دو دريفت شارك في عدة بطولات في لبنان وخارج لبنان في فرنسا في الأردن وفي 2016 حتى من الرقم القيسي لأطول دريفت في العالم أصباح الخير عبدو هاي ميلا هاي ايش نحوالك طبعا كاتل خير الله والله مستعينكم كتير ومستعين لكل أهل تونس يعني صار لنا فترة غايدين وقتعرفي هلأ ليتلي من وراء الكورونا يعني دريفت وإن شاء الله يا رب قريبا نجعل نشوفكم كلكم إن شاء الله إن شاء الله أنتوما جيونا لتونس ونتذكروا في 2017 ريد بول كار بارك دريفت وكنت جيت قبل زيدا 2017 برشا مرات التونس 2015 نظن جيها والمرة بحثينا عبدو مرحبا بيك أنا أهلا وسهلا فيكم لا والله أنا حسب ما بتذكر هلأ أنه نحن عابلين كاز زمن غلطان نحن جينا لأول مرة على تونس وقته وعملنا الإذن مع ريد بول كار بارك دريفت وكابتل خير الله كان نجاحا كتير كتير كلنا بنعرف إنه بتونس ما كانت موجودة بطولة الدريفت وقدرنا نحن عابل ريد بول والأرجانيزر زمنين كلهم والأكيد الدرايسرية إنه نقدر نعمل شو كتير حلو كان وقدرنا كمان نستكتب نحن دريفترية كتير قوي من تونس وبرهنوا حالا على فتحات الولية إنه إذا بيكون معاهم السلاح الموجود أو المطلوب لهذه السيارات الدريفت المحضرين بشكل صحيح بيقدروا يبرهنوا حالوا براتيش في الميحة بي عابدو خلينا نحكيه على الإكسبرانس متاعك كانت شوية على بدايتك كانت في 1998 في سباقات الرالي توجت عدة مرات بطل لبنان في الدريفت وسباقات أخرى بدايتك كانت هيوية في أي مرحلة حاسيت اللي تحب تحترف الرياضة الميكانيكية؟ ميلا أنا من وقت ما فتحت عيني على الحياة وخلقان بديك عايش داخل السيارات لأنه الوالد بحضر سيارات وكان يسابق من أنا وصغير كتير عشان هيك يعني عارفنا أنه مت ما بقولوا الموتو سبور أو السيارات خلاص تنشي بزعروقنا بدمنا يعني بقى من إحنا وصغير كنا عم نحلم على هيدا الشيء طبعا كلنا منعرف أنه السبورات موبيل كتير مكلف جدا رطرت لعام تقريباً ألف وتسانية وأربعة وتفعين صار معي سيارة الخاصة وقتها كانت بعمل بذائقة العثوقة واتمرنا عليها عارف من هونيك أنه لأ عن جد أنا هيدا بدي الشيء يكون شيء سريو بحياتي لأنه هيدا اللي بحب أنا كامله كالحياتي وكتخر الله ميرا يعني من من أول بداياتي بأول رالي أنا بلشت أنا كرالي درافر عمتي لودي رالي الدرافت بعضين إيجت من بعدين هالمعصبكات سرعة وهدو كلهم من أول رالي تخيلت طلعت مركز ثالث ترتيب عام مش بدنو بالكاتيجوري طبعاً كاترتيب عام كان كله برهن أنه إحنا في عنا هالباسيون وعنا هالسلاء بديقول كاترخير الله يعني اللي قدرنا ننمية بعدين اللي أنا قدر تقول بعدة سباقات التوراق أه شركت في عدة سباقات في أوروبا في فرنسا في إيطاليا لكن ما كملتش فما دي غالي شركت دورة واحدة ومعاودتش شو الأسئلة سعر عندي لعنا شانس عن دنيل دو دميل توا لا أعمل شانتينة ديمون بلالي ألو؟ في جداً 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 سو يعني عم نحكي تعريباً ويساميل أورو كان لوقتنا نعمل سيزون واحد بهو بس ست رالي أه إجعني وقته سريق من إيطاليا اسمه أستراليسنج أه حب التالع اللي عندي أنا شايفني كان بعضة راليات في لبنان وغيرها بودة بشار الأوسط وحبوا أن يدعموني ويساعدوني بس طبعاً أنا في عدة تكاليف بإدفعها أنا من شب الخاص فدقلي لمساعدة للكل كرميل هيك قدرنا نعمل سبع راليات وقته بالبطولة أنا مركز الثالث برالي سن ريمو بإيطاليا بموفيكارل وجينا ساسيان دعنا نتيج نيحة بس ثلاثوا الحظ للصنقصز ما قدرنا نكمده السن اللي بعدها دميل كار وكرميل هيك اضطرينا أنه ننجع عن وقته في البطولة بسيطة الإكسperience ممكن من أجمل الإكسperience بحياتها يعني هي حكاية سبانسورينك؟ نعم 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 في 2013 حتمت الرقم القياسي لأطول دريفت في العالم ودخلت الڭنس بوك كيفش كنت تجربة؟ وشنه السر على خاطر سخطوق لرقم القياسي اللي قبلك بعيد بارشا عليك؟ أكيد نحن أنا وقتها بلشت هدبو الكارتاك دريفت عن ديميل ويك بالإبناء وصلعنا عن ديميل دوز صرنا ريجع الوديك ريجيونال كلها بكل دول الشر الأوسط ونحن كنا عم نكبر بقى عن ديميل دوز تقريبا عن جات صرنا نمر عامل بسطورة وطموديد بكل اللينا نحن 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 الناس كانت دائما تقول لك العامدو أنت طلع البطل بالراليات سبقات سرعة بتعمل دريفت عندك تيدي شو حتى تطلع تيدي يعني شو بعد عندك شي حابة بتحققه كنا بوقتها بكتر موتو شو عن ديميل دوز ما بعرف ليه هيك طلعت بوقتها بمساعدة ديمانجر عندي وليام أربان من تقول لهم بدنا نحقق نكسر أكبر ريكورد للأطول دريفت بالحالم مع أنه بوقتها ميلة ما كنت عارش هو الريكورد يعني ما كنا كثير عارفين عنه انفو وطلع بعدين معانا أنه ريكورد كان تقريباً 5 كيلوماتر إبليت اشتغلنا أنا وليام والطريق كله وعملنا تريك لتجي طعب نحب كفر على الدولاب لأمتعس الدولاب هو مطاط كوتشوك هذا بدوب مع الوقت كمال هيك ما بخليك تكمل دريفت قدرنا نجيب مثل ماتيار هيك نحط فوق الدولاب كانت كتير منيحة اسمها وقتها إيجي دريفت من تلاستيك بيجيه كتير عارفين دور وقدرنا نعمل نعمل 11 كيلوماتر تقريباً 0.4 متر يعني كان الريكورد مع أنه النهار اللي قبل الريكورد أنا عملت بابل الريكورد عملت تقريباً كانت 2 كيلوماتر بصر معي البروبلم تكنيك وقتها نحن عم نعمل الريكورد وعنا بس تريقة تنت وقتها نعمل الريكورد دونك أخذناها سيف كسبنا الريكورد وكانت حلوة هي الشغلة خلينا نحكي عن ريدبول كاربارك دريفت اللي نتصورت وقف سنة وفاما غبخيز عام جيه هو مازال متواصل يظهر لي عبدو سنة ريدبول كاربارك دريفت تلعب في ثلاثة بلدين لحد الآن وفاما بلد رابعة لهو مصر الأسبوع القادم مشاكة سان فولسان وإن شاء الله كمان الجمعة البعدها كمان في عنا بالإمارات دباي كمان إحنا عمره بلد ما بتعرفوا أنه المورا الكوفيد 19 يعني كل شي توقف بالحياة وكله تندي للعالرات دوني الآن مع أنه هايدي السنة على الكارة عبرية عبد الله حدث عن كانت رح تكون أكبر كالهوندريالي ألنا للسيكي بيكي عنا تقريبا شي بان دو إذن ما رح نعملهم كلنا حتى رح تفوت على أوروبا من من جريس على اليونان على على ليتوانيا رحكينا عم يكبر ستير ردبول كاربارك دريفت بس هدا الشي بش بس ضر ردبول كاربارك دريفت ضرت العالم كله إنتوا بتعرفون مورا الكوفيد 19 سو انا اتفاجأت صراحة انه قدرنا نعمل كم اذن مارج يعني بلشنا بسلطنة عمان على جورجيا طبعا ما قدرنا نطلع على اونلاين احنا ساعد نيهم وهلأ اللي جمعة اللي جاي عنا بمصر وبعدها بدبي انا اكيد رحكون بدبي لانه حتى بمصر بعد الفيزا البروسيديو طبعا الفيزا استربادنا كانت جور لناخد فيزا دونك معنا بقى اوال سو ان شاء الله يعني عم دلنا بس هيك حتى نساعد الناس ندلنا بالجو حتى ما ننسى هيدا الشي ونالله راد نرجع اقوى بعد عماني الزانتاءة اه في الفين وسبعتاش في الريد بول كار بارك دريفت قلت اللي مستوي دريفترس توينسا اقل من المستوي العالمي فيش يتمثل النقص هيدا يعني من ناحية تقنية ميكانيك تحضيرات في السيارات انت انت اخدت اول اول جملة من اللي قلته ووقفتك لو كملت الجملة لا انا نسأل فيك اللي عموله انا كنت بقى ديها انه المستوى لانه التاكت جي بالنهاية بين الدريفتر والسلاح تبعه اللي هو سيارته سيارة الدريفتر لوحده الدريفتر لو كان شمبيون ديمون بتعطيه سيارة متواضعة عامة بيقدر يعمل نتايج والعكس تمام فنحن كنا عم قول مستوى تحضير السيارات بيتونس كتير بعيدة عن المستوى المطلوب ومبلومون لانه هالرياضة هيدا جديدة عندهم لانه ما في عندهم ممولين او دي سبونسر حتى يدعمون طبعا التمويل كله بيجي من بعد الاوارنس وقت العالم سيتعرف تجي عندك سيكتاتور يحضروا تي في غطي انتوا متما هلأ يعطيكم عافية الراديويت كل شي عم بيقدر يغطي هذا كله بيزيد الاوارنس لهاي الشغلي وبتساعد الكل حتى يصير بالفقت بقى متل سبونسر متما احنا بلشنا بلبنان متما بلشنا بسلطة هينت عمان اه وكل دول الشراء الاوسط انا بعطيكي اجزام بسلطة هينت عمان كان يمكن اقل مستوى موجود كدريفترز وسيارات وما تبلشنا رد بسلطة هينت عم ديس احنا دايما نحاول نكتش السلطات اه وزارات الشباب والرياضة انه يقدروا يدعموا هيدا الشي لانه اهم شي انه الناس عم نبعدهم عم نبعد خطورتهم عند الطرقات العامة لحتى ما يمارسوا الرياضة هايدي على الاوتروت او او بين العالم ويجوا يفجروا المواهب تبعهم بقلب بيكون كتير سيكيور انك سيف ويعطونا منهم نعمل منهم ابطال بالنهاية فنحنا هيدا عم نقوله دايما كيما رد بول كار بارك دريفت اللي من خلاله هو طلعوا برشة ابطال ودي بيلوت اللي كانوا مهمشين يعني يعملوا في الشارع يقوموا بالدريفت مين اي احنا هيدا هيدا الرسالة من اول مقتدينا نحنا ما عم نقول للناس ما تعملوا دريفت كانت فيه ناس يقولوا انت فيه تناقض يعملوا بحديثك انه انت عم تقول للناس ما تسرعوا الطرقات ونسرعوا عم تقولوا انت عاملوا دريفتين قلت له انه احنا عم نسرج الناس وان وكيف تعمل دريفتين انا ما عمقول ما تعمل دريفت انا بعنلا هلأ بعمل دريفت بس ما بعنلا عطرقات عامل انا بعرف مدل خطورة هيدا الشيء لإلي لعائلتي ولغير لغير لناس الباقيين كرمال هيك هلأ صار بكل البلدان كل البلدان دول عربية في عنا امكانة خاصة لدريفت بطل في عنده حدا يعزر انه انا والله ما عندي امكانيات او ما عنا باركينج او او شي حدا مارس فيها رياضة وانا كان صار موجود وكانت مؤخرا يعني وقتا عندكم رحنا على على البغرب العربي يعني على تونس جزائر ومغرب وقدرنا ننظر هدول ايفنتات وشفنا اكبال كتير كبير وان شاء الله منظلنا بتطور مستمر دايما عبدو عندي نحب نستغل حضورك معانا وعندي سؤال مهم برشا بالنسبة الريدبول كاربارك دريفت في تونس السناء هل بشي يصير او لا اه نحنا متل ما بتعرفوا الاوضاع اه اه اتفاضية كانت كتير صعبة يعني وبالنهاية نحنا القرار ما جيشي من عند اه التين اللي نحنا ننظم ردبول كاربارك دريفت اه انترماشا احنا بالنهاية اه بينطلبا دايما من الايات الرايدبولة تونيزيا انه هن يجل يقولوننا jailami احنا نجل وي 병 stap او او بقتنا نعمول هالابي هالنوع Depot او اه او دعضنا ال اي اخر سنتين ما كان عم هادا شية عم بيطير لانه اه بتعرفوا كلنا المشاكل الاقتصادية عم بصير ب Brahm اه بس انا مكنت عارف انه هاي دي السنة عاندني دانتها كان في اه نرجع تذكير جديد new team new blood مثل ما بقولوا حتى يجع ينظم ريد بول كارتاج بالتحديد. وانا عندي طلب الليك عبدو انك تزيد تدعمنا اكثر من ريد بول ميناء من غادي بش يزيدوا يضغطوا اكثر على ريد بول تونس بش تقوم بش تصير المسابقة هذية على خاطر لبيلوت بالرسمي يحبوا يشاركوا وانتي شفت المستوى معناها الممتاز متاع التوينسة اللي يمشيوا يشاركوا في الفاينولز. طبعا طبعا احنا جايما عم نتفش على هيدا الشيو انا ازا ببكت كمان وقت انا كنت موجود اه تونس نحشي كنا وقتا مع الاتحاد مع المنظمين انه لازم ينعمل بطولة كمان للدريفت. ما كنا احنا نعمل بس انا واحد السنة لان تعطوا انتو او ميكانيك بحايلة سيارة بتكبوا برا لحايلة دريفتر قد ما يكون في عنده هالترعو هيدو. كلمة ليك نحنا كنا نقول لازم ينعمل منا هاي دي بطولة. متما عم بعمل انا بلبنان متما بيعملوا بالاردن سلطنة عمان الامارات وغيرها. بيعملوا بطولة مصغرة حتى يمرنوا اه دريفترية يمرنوا هنوا سياراتهم يكونوا جاهزين اكتر لحت وقتا يجي رجب كبا درس تكونوا جاهزين اكتر. ان شاء الله يعني بالنهاية هدا اه طلبنا كلنا نحنا اه هاي الباسيون طبعنا اللي بنحب كلنا وانا كتير مساجة كنت. مش بس بالدريفترية او دريفترية بتونس يعني. ما بنفى اكبار الجماهير ادي بحبو هالرياضة ادي ادي هيك رايقين عم يستمتعوا وعميسها مش عم بصير اه بالرياضة. وكنا وقتا مع 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 ردبن في مرة كنا عم نصور اه شي هيك شي سباشل لقالي انا وبقلب اه تونس بقلب كارتاج وغيرها تفجأت ادي في ناس بيعرفوا بعبدو بغير اللي بيعرفوا بالستي دي طبعا اه اه دريفن ام بيسي البروغرام طبعا انا على ام بيسي عش نقلو فضل كتير جدير كمان بس ادي الناس كلها كبار اه وصغار بالعمر اه نسوان وارجال ادي بيحبوا اه رياضة السيارات. اه 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 عبدو انتي عندك برشة دي فان صحيح اه في تونس اه شنو تنصحهم اللي فانمتاعك اللي يسمعوا فيك اه توا واليوما عنا دي اللي عنا برشة مشاكل اه في تونس اه بسبب نقص اللي سيركوي اه اللي سبونسور اه شنو تنصحهم بشي كاملو اه ام ميلا انا دايما بقول الشخص في يبدأ من من السيميليتر من البيت بيقدر يجيب اه اه مع مع البيتال تبعه على ستاكتران تبعه او بي اس او اكس بوكس او بي سي بيقدر يتمرن يعني انا اولادي هلأ اللي بيشوفني على السوشيال ميديا اه بشي نشوفه في كريستوفر باركلاني كريستوفر او حتى هلأ لوكا لوكا الى كاتراني اهم شي انا عندي انه بلشنه على السيميليتر هلأ السيميليتر اسعارهم كتير نافع السوشيال ميديا بيسألوني انه قديه متل شئ دي فيك السيميليتر بتبلش من تقريبا 1000 ايرو وتطلع معاك لا يمكن 10000 ايرو فتطاع على شو بدك بدي بس حتى بالان بالميل ايرو بتقدر تتمرني شو يعني البنزيني شو يعني وقت اللي بطير بتعمل كيف بتعمل انا كونتو بركاج كيف بتعمل صلي حسن حالي ويسهموا بالنهاية انه لأ واحد اذا كان رح يعمل حاجس بالنهاية نقدر هولي كلهم نعلمهم للولاد طبعا وقت تكبر اكبر اكثر للعمر يصير كارتنج هو الحل وطبعا انا واسق انه بيتونس في عنا حلبات كارتنج لو يمكن على مصطوى البرد بس نقدر هوليك نبلش ومننا بنرجع منكمل انا بشوف مثل الابطال ناسيم وغيرهم في عندهم بيعملوا ستيتاس او سكروس كمان مع الاتحادات او شي هدا منو مكلف لانو بالسيارة عالية في تتشتركه هلا من بعد ما حدا بيعلس بس انا الكل بقلو بتكون تفوتوا بهاللعبة هايدي هايدي اكثر لعبة مكلفة جدا بالعالم هاي ستورة في موبيل باتنا ننتمي مرسي مرسي عبدو فغالي شامبيون دريفت مرسي على قبول دعوة مرسي عبدو شكرا شكرا لقالكم انتو وان شاء الله كمان قريبا نشوفكم بيظن الله وننظم ايزانتات وميلا عبالي شوفك جمبي قاعدة عجلة ليمين وان عم بعمل في تبا ان شاء الله ان شاء الله ما بنصحك ما بنصحك ما بنصحك تحطها بجنبك في الدريفت لا 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 ما نخافش ما نخافش مرسي عبدو مرسي مرسي شاو 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 شاو